في خطوة دراماتيكية ووسط الأزمات المتصاعدة داخل الائتلاف الحكومي أقدم وزير السياحة الإسرائيلي تابع لحزب كاخولفان أساف زامير على تقديم استقالته من الحكومة وذلك في رسالة أرسلها إلى رئيس حزبه بني جانس وتأتي استقالة أول وزير من حزب كاخولفان من الحكومة رغم تأييد غالبية نواب الحزب قانون تقييد عدد المشاركين في تظاهرات والتجديدات المفروضة في الإغلاق العام الذي تشهده البلاد ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن زامير قوله إن سبب استقالته تعود إلى الحسابات الشخصية والقانونية التي يضعها نتنياهو على سلم اهتماماته وليس أزمة كورونا أضيفا أنه سيعود ليكون عضوا في الكنيسة عن حزب كاخولفان هذا وصف زامير في منشور كتبه على حسابه في فيسبوك بعد تقديم استقالته أن المصادقة على قانون الحد من التظاهرات التي تشهدها البلاد هو سقوط مدوي مضيفا أنه لم يعد بإمكانه الجلوس في حكومة لا تمتلك ذرة من الثقة صدقت لجنة القانوني والدستور البرلماني على فرض تقييدات على تظاهرات بحيث لا يتعدى عدد المشاركين في تظاهرة عشرين شخصاً وأن لا يبتعد المتظاهر أكثر من كيلو متر واحد من مكان إقامته وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن تقييد عدد المشاركين بتظاهرات بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا يأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن الإغلاق ليس قائماً وأن الناس يخرجون من بيوتهم دون أي رادع بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو أن يوم الاثنين القادم سيحدد ما إذا سيتم تخفيف الإجراءات المشمولة ضمن الإغلاق أم سيتم اتخاذ المزيد من التشديدات تظاهر مئات المواطنين يوم الخميس في ساحة هبيما وسط مدينة تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين تنياهو مطالبين باستقالته وذلك رغم مصادقة لجنة القانون والدستور التابعة للكنيسة على تقييد عدد المتظاهرين بعيشين متظاهراً هذا وقدم إلى المحكمة مشتبه به قام بدهس متظاهرات في مدينة تل أبيب يوم الخميس بعدما قرر تسليم نفسه للشرطة فيما قررت المحكمة إرساله إلى الحبس المنزلي حتى انتهاء التحقيقات أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تشغيل عدة محطات لفحص فيروس كورونا يومي الجمعة والسبت بدون الحاجة لتوصية طبية في عدد من البلدات العربية وأحياء القدس الشرقية وتتوزع محطات فحص كورونا يوم الجمعة في القدس في أحياء الشيخ جراح وجبل المكبر وأبو غوش بما تتوزع محطات كورونا المتنقلة في البلدات العربية في يركا، طمرة، البقيعة وعرارة كما وستكون محطات فحص كورونا المتنقلة يوم السبت مفتوحة بين الساعة الرابع عصرا وحتى العاشر مساء في كل من مدن أم الفحم والمغار ورهط والرقية أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل ما يقارب سبعة آلاف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة الإصابات اليومية في البلاد فيما توفي خلال الأيام الثلاثة الماضية مائة وستة عشر شخصاً جراء إصابتهم بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات منذ بدء انتشار الجائحة إلى ألف وستمائة ونتين وعشرين حالة وفا هذا واعترف نائب وزير الصحة الإسرائيلي يواب كيش أن الحكومة فشلت في الحد من انتشار الفيروس في مرحلة مبكرة ما أدى إلى الإغلاق الثاني والمشدد فيما رفض منصق مكافحة كورونا البروفيسور روني جامزو تحديد موعد رفع الإغلاق مشدداً على أن ذلك يعتمد على انخفاض معدلات الإصابة اليومية وبموجب تقرير مركز المعلومات والخبرات لمكافحة كورونا فإن إسرائيل تسجل يومياً أعلى عدد وفيات في العالم لكل مليون نسمة وأعلى عدد إصابات في العالم لكل مليون نسمة قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هدايزل بيرمن أنه يجري لاستعداد لفتح وتشغيل جناحين لفيروس كورونا في مركز رومبام الطبي في مدينة حيفا في خطوة هي الأولى التي يتم فيها تكليف الجيش رسمياً بتقديم العلاج الطبي للمدنيين وقال إن الأجنحة سيديرها متخصصون طبيون عسكريون من أطباء وممرضات ومسعفين وسوف يعالجون عشرات المرضى الذين يعانون من عراض متوسطة في موقف لسيارات تحت الأرض في المشفى وعلى الرغم من أن الجيش أكمل تخطيط لهذا الإجراء بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الطبي فإن الخطة تتطلب الموافقة النهائية من الحكومة قبل المضي قدماً بها وقال زيلبرمان إن الجيش يتوقع أن يبدأ بفتح الأجنحة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع كشفت صحيفتها أردس الإسرائيلية أن قرابة أربعين في المائة من مجمل إصابات كورونا تم تسجيلها في المجتمع الحريدي اليهودي المتدين وأشارت صحيفة إنه تم تسجيل القفز الكبير في عدد الحارديين المصابين بكورونا في بداية آبا الماضي خاصة بين فئات الطلبة والشباب إثر استئناف الدراسة في المعاهد الدينية اليهودية وسط توقعات بارتفاه الإصابات بالفيروس بسبب العياد اليهودية إلى جانب خروج الطلبة إلى إجازة لثلاثة أسابيع وعودتهم إلى منازلهم دون إجراء أو انتظار لنتائج فحوصات كورونا للكثيرين منهم لم تمنع جائحة كورونا والتقييدات المفروضة والإغلاق من أن تحيي جماهير العربية ذكر استشهاد ثلاثة عشر شابا من أبنائها حين هبوا مع أبناء شعبهم وبصدورهم العارية نصرة للقدس والأقصى ودفاعا عن الأرض والمقدسات في ساعات الصباح بدأت نشاطات إحياء الذكرى العشرين بوضع أكاليل الزهور على قبور الشهداء في كل بلدة عربية سقط بها شهيد أو أكثر خلال النهار مررت لطلاب المدارس حصص توعوية حول ما حدث في أكتوبر 2000 أما عند الساعة الرابعة عصرا فانطلقت المظاهرة الرقمية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا والتي تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ألقى قادة المجتمع العربي كلمات شددت على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في وجه التحديات وطالبوا بإعادة فتح ملف التحقيق مع الشرطة التي لم تغير من سياساتها العدائية للمواطنين العرب على حد تعبيرهم منذ الأول من أكتوبر 2000 وحتى يومنا هذا حيث وصلت حصلة ضحاياها العرب إلى أربعة وأربعين ضحية ومن بينها الشهيد يعقوب أبو القيعان من أم الحيران في هذا اليوم نستذكر شهداءنا 13 الذين تم قتلهم مع صدق الإصرار والترصد وتم تحديد الجنان ولكن بنظرنا ليس الجنان مباشرين وحدهم هم من تورطوا وإنما مرسليهم من رأس الهرم الحاكم حقا أن الذكرى العشرين تم تأتي في منحلة صعبة جدا على شعبنا وعلى جماهيرنا وليس أمامنا سوى رص الصفوف إن كان على مستوى الساحة الفلسطينية العامة أو على مستوى جماهيرنا العربية هنا ومعنى قوى يهودية تقدمية حقيقية تعي تماما وتدعم حقوقنا في وطننا وحقوق شعبنا الأساس الحرية والاستقلال والدولة والعودة واختتمت نشاطات الأول من أكتوبر بوقفات احتجاجية في عشرين بلدة عربية وبمشاركة رمزية نظرا لتقييدات الإغلاق إلا أن الرسالة كانت واضحة وضوح الشمس لن ننسى ولن نغفر مهما طال الزمان وسنبقى على عهد الشهداء ماضون تظاهر عدد من الناشطين بالقرب من دوار المركز الجماهيري بمدينة رهط في النقاب وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لشهداء هبة القدس والأقصى وهذا الحدث لن يمسح ولن يمحى من رؤوسنا سنبقى نحيي هذه الذكرى في كل عام وستبقى ذكرى الشهداء في قلوبنا ونعلمها أيضا لأبنائنا فتحية للشهداء جميعا الذين سقطوا وارتقوا إلى العلا من أجل قضيتهم قضية الأقصى المبارك وقضية القدس فهؤلاء الناس حري بنا أن نخلت دائما ذكرهم ونعلم أيضا أبنائنا عن حياتهم وكيف قضوا حياتهم من أجل القدس والأقصى ورفع المتظاهرون شعارات لا للتطبيع ولا لصفقة القرن وبوحدة شعب فلسطين نتصدى لمؤامرات التصفية ومسؤولية دولة إسرائيل عن الجرائم لا تزول بالتقادم وحقوقنا في هذه البلاد مشتقة من كوننا أصحاب هذه البلاد ودعا المتحدثون للحفاظ على المقدسات ونقل الرسالة للأطفال بأن الشهداء ارتقوا من أجل الحفاظ على القدس والأقصى وإغلاق وحدة التحقيق مع الشرطة كونها تتستر على جرائم الشرطة ضد المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل هذه الوحدة مسؤولة عن كل هذه الجرائم مسؤولة على التغطية على هذه الجرائم هذه الجرائم ما زالت مستمرة وآخرهم كان إياد الحلاق هذا الشاب الذي كان يعاني وهذا الشاب من أصحاب الاحتياجات الخاصة تم إطلاق النار عليه وقتله بدم بارد ومع ذلك كل الكاميرات اختفت سبحان الله تختفي كل الكاميرات ونحن نعلم أن القدس الشرقية مزروعة بالكاميرات ولكن عندما بدأ التحقيق في قضية إياد الحلاق تم إخباء هذه الكاميرات أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح في ختام اجتماعا لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت فقدت فلسطين والأمة العربية والإسلامية قائدا وزعيما وحكيما قل نظيره هذا واستمعت اللجنة إلى تقرير عن الحوارات التي جرت مع حركة حماس وفصائل منظمة تحرير الفلسطينية واللقاءات في كل من أسطنبول والدوحة والقاهرة وعمان وصادقت بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة حماس كما جددت اللجنة المركزية لحركة فتح التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرفض لكل مخططات ضم الإسرائيلية المنبثقة عنها والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال وأكدت أن السلام العادي لا يمر فقط عبر الامتثال للقانون والشرعية الدولية والتطبيق الكامل للمبادرة العربية وأن الموقف الفلسطيني هو ما تعبر عنه القيادة ممثلة بمنظمة تحرير الفلسطينية كما ودعت الدول العربية إلى التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما هي أعلن رئيس البلمان اللبناني نبيه بيري أنه تم الاتفاق على إطار لإجراء محادثات بوساطة أممية وأمريكية مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها وقال رئيس البلمان اللبناني نبيه بيري في مؤتمر صحفي أنه فيما يخص مسألة الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقرر الأمم المتحدة في النقورة تحت راية المنظمة الدولية وبرعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان من جانبه أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر إلا أن هذه المحادثات ستبدأ في غضون الأسابيع القادمة في تغريدة على تويتر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19 وإنهما سيخضعان للحجر الصحي الأمر الذي يقلب الصباق إلى البيت الأبيض رأساً على عاقب وقال ترامب في التغريدة إنهما سيبدأان عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور وخطر الفيروس شديد على ترامب ناظراً لسنه البالغ 74 عاماً ولأنه يعاني من زيادة الوزن وظل ترامب بصحة جيدة خلال فترة الرئاسة ولكن ليس من المعروف عنه أنه يمارس الرياضة بانتظام أو يتبع نظاماً غذائياً صحياً وقلل ترامب من شأن الفيروس في بداية الجائحة وتوقع مراراً أن يختفي وتوفي أكثر من 200 ألف شخص جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وحدها ونادراً ما يرتدي الرئيس كمامة وسخر ممن يفعلون ذلك ومن بينهما المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن ويقول أخصائي الصحة العامة إن ارتداء الكمامة أمر بالغ الأهمية لمنع انتشار الفيروس وانتقد بايدن أسلوب تعامل ترامب مع الجائحة بينما تفاخر الرئيس بطريقة إدارته للأزمة وتوقع ترامب نهاية وشكة للجائحة لكن بعد ذلك بوقت قصير انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها بفيروس كورونا وصافرت هيكس مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي ثلاثاء والأربعاء ويغير هذا التطور الصباق الرئاسي تغييراً جذرياً وأصدر البيت الأبيض جدولاً زمنياً جديداً لأنشطة ترامب يوم الجمعة لم يتضمن زيارته المقررة لفلاريدا ويعقد ترامب لقاءات منتظمة مع الناخبين في جميع أنحاء البلاد لإثارة الحماسي لترشحه ضد منافسه الديمقراطي بايدن الذي يتقدم في استطلاعات الرأي الوطنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة